بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم شيخنا الجليل ورحمة الله وبركاته شيخنا الحقيقة هناك بعض الأسئلة التي تطرح من قبل بعض المؤمنين حول هدف هذه القناة التي إن شاء الله باشرتم أو أنتم في متابعة لفتحها إن شاء الله لتكون مناراً إعلامياً يصل إلى أذهان الناس إلى بيوت الناس من غير استئذان على أن صح التعبير السؤال هو ما هو الهدف من إنشاء هذه القناة التي أنتم تبذلون جهودكم ليلاً ونهاراً من أجل فتحها وجزاكم الله خير يعني الحقيقة هذه القناة بعبارة مختصرة لا نبغي من ورائها إلا إحقاق الحق وإزهاق الباطل بما يؤدي إلى هداية البشر أجمع إلى ولاية أهل البيت صلى الله عليه وإلى دين الإسلام الحقيقي نحن لم يعني نفكر بدعوة لتأسيس هذه القناة إلا يعني لم نفكر من باب أننا نريد أن نخلق جهة إعلامية فقط لكي تبث جواً ثقافياً يعني يعني مثل حالة ثقافية فقط كسار القنوات الموجودة وإنما أردنا أن تكون هناك قناة بالفعل تحق الحق وتزهق الباطل الحق الذي يتشخص في أهل البيت عليهم السلام والباطل الذي يتشخص في أعدائهم بدءاً من أبي باكر عمار عثمان ومن أشبه فهؤلاء يجب أن يزهقوا هذه الأمور تسمية الأشياء بمسمياتها عرض الحقائق كاملة أمام جمهور الناس دعوة الكفار من نصارى ويهود ومجوس وملحدين وبكريين ومن أشبه إلى الإسلام الحق هكذا يعني عرض الأمور بشكل صريح جداً مفعم بالكلمة العلمية أو بالطرح العلمي الرصين وتقديم منهج السماء نحن نقرأ في أحدى زيارات مولانا صاحب العاصر صلى الله عليه لما نزوره وعجل الله تعالى فرجه الشريف هذا المقضى أشهد أن الله استفاك صغيراً وأكمل لك علومه كبيراً وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت يعني شوف دقق شوية بالعبارات أنه أنت وظيفتك يا صاحب الزمان حي لا تموت إلى أن تحقق هذا الهدف وهو ماذا؟ إبطال الجبت والطاغوت والجبت والطاغوت من هما؟ معروفان عند أتباع وشيعة أهل البيت عليهم السلام أبو بكر وعمر عليهم ودعاين الله فإذن هذه وظيفة صاحب الأمر عليه السلام ونحن نسمي أنفسنا إن شاء الله يصدخ علينا هذا القول أننا خدام المهدي عليه السلام أتباعه فإذن يجب أن نسير على هذا المنهج أننا نبطل الجبت والطاغوت كما قلنا كراراً ومراراً نحن مع المخالفين ليست بيننا وبينهم حالة عداء شخصي يعني أنا شخصياً لا أحقد والله على أي واحد من المخالفين ما عندي حالة حقد بل بالعكس عندي حالة شفقة حالة رأفة بحالهم يوجهوا لي أحياناً رسائل بالإنترنت يسبون يشتمون بعد أن يقول ذلك لأنك تحقد علينا نحن أهل السنة كثيراً فأنا أوصي أنه أجيبوهم دائماً أنه بينوا إليهم أنه أنا لا أحقد على أحد بل بالعكس أنا أريد أن أدعوكم إلى الإسلام الحقيقي ليس الإسلام المزيف الإسلام المنحرف أريد أن أدعوكم إلى منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هؤلاء الذين يمثلون الشرعية الإلهية على الأرض وهذا يقتضي دائماً أن الإنسان يزهق باطل أعدائهم يعني يظهر للناس أن أعدائهم كانوا على النقيض منهم على منهج مخالف عنه هذا الذي بيدنا يعني ما بيدنا شيء آخر إذا نريد لكم النجاة إذا نريد لكم الجنة فلابد أن تتحملوا يعني هذا الكلام مننا وإن كان مؤلماً لكنه يعني ويشهد الله على ذلك هو كلام الحقائق والساحة التي بيننا وبينكم هي ساحة الدليل نتكلم بالأدل يعني ما الفائدة من أن أجامل أحداً ما الفائدة من أن أداهن أحداً فالأعرض له الحقيقة كما هي وهو فليختار يعني لا إله إلا الله يعني هذا ما معناه أنه شوف النداء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله مكون من جزئين جزء الأول براءة لا إله وهذا كانت كلمة يعني تغيظ المشركين ثم الولاية تثبت الله إلا الله فإذن هكذا يجب أن يقال أيضاً لا ولي إلا علي مثلاً فماك من بعد رسول الله أبو بكر ماك بالإسلام هذا بعد رسول الله عمر بعد رسول الله عثمان بعد رسول الله عائشة وحفصة المرأة التي أرادت أن تكون أميرة المؤمنين كما يقول عمير بن الأهل بالضبي فيعني ماكو هذا في الإسلام الذي أكو بعد محمد رسول الله علي ولي الله ثم فاطمة الزهراء ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد الباقر الصادق الكاظم وهكذا إلى أمة أهل البيت عليه السلام الاثنى عشر هذا الذي نريد أن نعرضه أمام المخالفين ليروا ما عندنا وأثبت هذا المنهج حسب ما يعني لمسنا نحن أثبت أنه أكثر المناهج المعاصرة إيجابية يعني آثاره الإيجابية فاقت المناهج الأخرى أو الأساليب الأخرى يعني هذا المنهج هو الذي سبب أكبر مقدار ممكن من يعني المفتدين المتشيعين الجدد يعني من تشيع عن طريقنا حسب قراءتنا يعني للواقع ومقارنتنا لما عند الآخرين أننا نحن من جاء من طرفنا كان أكثر مما جاء من طرف الآخرين والسبب كما قلنا أن المخالفين اليوم ليسوا أجل الله السامعين حميرا يعني لا يفقهون المخالفين اليوم المخالفون اليوم يعلمون كل العلم يدركون كل الإدراك بأن الشيعة يكرهون أبا بكر يكرهون عمر يكرهون عثمان يكرهون عائشة يكرهون حفصة يكرهون طلحة يكرهون زبير يكرهون ما أدري خالد بن الوليد كل المخالفين يعرفون هذا كل المخالفين يعرفون بأن الشيعة يلعنون هذه الشخصيات كل المخالفين يعلمون بأن الشيعة يتبرؤون إلى الله من هذه الشخصيات يذمون هذه الشخصيات ولكن الإشكال أنه لا يعرفون لماذا فقط هذا هو لماذا هذه علامة الاستفهام تريد من يجيب من الشيعة فقط لا ينفع أنه تأتي في البداية وحاول أن تتبرأ من هذا الأمر يعني تنكر هذا الأمر مثل ما يطلعون ذلك الزعاطيط يقولون أنه أنتوا تسبون عائشة يقول لا 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 منسب من العن عائشة قل بصراحة نعم نكره هذه المرأة نتبرأ منها نسبها نلعنها لكن بالدليل بالدليل قدم له الدليل وانقل الكرة إلى ملعبه ما يقولون هالشكل انقل الكرة إلى ملعبه خليه يدوخ في البحث في الدليل والوصول إلى الحقائق إن كان ممن الله عز وجل يعني ارتضى له دينه وكان قابلا للهداية مؤهلا للهداية فسيهتدي يشوف الدليل يشوف أدلة الشيعة يعرف أن التشيع هو الإسلام الحق إذا هاملأ من الذين طبع الله على قلوبهم إذا من هؤلاء الجاحدين المناوئين الذين يعني لا نصيب لهم لا توفيق لهم إلى الهداية يبقى على وضعه فإذا ما غيرنا شيء في المعادلة يعني إذا بالعكس إذا نحن قمنا بمحاولة إنكار موقفنا السلبي من هذه الشخصيات فلن نصل مع المخالفين إلى كلمة سواء بل بالعكس سيظنون فينا الظنونة أكثر فأكثر يقولون هؤلاء يعملون بالتقية والتقية عندهم نفاق حسب مفهومهم وأنه هؤلاء يكذبون علينا في مجالسهم الخاص يلعنون هذه الشخصيات أما أمامنا يأتون يترضون على هذه الشخصيات لماذا توقع نفسك في إشكال شرعي؟ يعني ما أفهم لماذا يوقع البعض أنفسهم في إشكال شرعي؟ لماذا يوقعون أنفسهم في حرج على أقل للتقدير لا أخلك صريح الآن مثل ما أنا أكثر من أطرح هذا المثال أنه الآن لو يأتيك شخص من المخالفين ويترضى على يزيد فأنت فورا تلعن يزيد يعني لا تشعر بحالة من الحرج أبدا وإذا يلومك على ذلك إذا لامك الطرف المخالف تقول ألا تستحي تريدني أن أترضى على قاتل الحسين تريدني أن لا ألعن قاتل الحسين فأنت بهذه الطريقة تنقل الكرة إلى ملعبه تجعله هو في موقع الدفاع أنه هو عليه أن يبرر موقفه في الدفاع عن شخصية يزيد بن معاوية عليهم على عائل الله نفس الأمر انقله بالنسبة إلى شخصية أبي بكر عمر عثمان بس هو هذا المطلوب ما هو شيء آخر يعني تسمع شخصا بالشارع يترضى على عمر أنت إذا بأليه وقل له لعن الله عمر ألا تستحي أن تترضى على قاتل الزهراء عليها السلام اجعله هو من يحتاج إلى أن يبرر موقفه أنه لماذا يترضى على هذه الشخصيات بدون أن يبحث حتى يتوصل إلى حقيقة أن عمر ممن قتل الزهراء عليها السلام أيهما أعظم الزهراء أم الحسين الزهراء أعظم لا شك الزهراء أعظم بكثير فإذا ما بالنا نحن يعني نهتز إذا ما سمعنا أحدا يترضى على قاتل الحسين نعتبرها إهانة ويمكن نروح نبسط بسط نتحمل الآن الآن إذا واحد يطلع بالعراق يقول رضي الله عنه يزيد رحم الله يزيد يقتله ثاني يوم يقتله أما بالنسبة إلى عمر لا ولا واحد يحرق ساكن عجبين يعني دماء الزهراء رخيصة دماء الحسين أغلى الأمر سيان بل بالعكس أصلا عندنا كما في الروايات الشريفة أن يوم مصيبة الزهراء عليها السلام أعظم على أهل البيت من مصيبة الحسين هكذا يقول الصادق صلوات الله عليه في الرواية المعتبرة يقول ويوم رفس محسن ويوم ضرب محسن بالرفس أدهى وأمر علينا من يوم الحسين أدهى وأمر مام يعني صعب عليهم صلوات الله عليه صعب عليه من الذي أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم السلام لم يكن أحد سوى أبي بكر وعمر وذلك شوف تسلسل الزيارة المقدسة زيارة عشرة اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم اللعن الثانية والثالثة والرابع اللهم اللعن يزيد خامسة يعني شوف مرتبة اللعن بالنسبة إلى يزيد ليس شيء بالنسبة إلى هؤلاء فالذي نريده بكلمة جامعة إحقاق الحق إزهاق الباطل لم نفتتح هذه القناة حتى تصبح واجهة سياسية لأحد حزبية لأحد تمالئ أحدا تداهن أحدا تقول الحق بما هو هو وتلقي الحجة على الناس ونرى الآثار والحمد لله يديجون ويديشيوعون الحمد لله